سبعة آلاف مثل شعبي عراقي جمعت في أربعة عشر مجلدا شملت كافة طوائف العراقي ومنذ العهد السومري إلى يومنا هذا على مدى ثلاثة وأربعين عاما متواصلة ومن خلال مجالسته في الدواوين والمقاهي ومعاشرته للحكماء والزعماء وسماع الأمثال الشعبية التي تنطق بها أفواههم تبلورت فكرة جمع هذه الأمثال من خلال مجلدات قام بجمعها الصحفي حسين العامل من ذيقار إذ أن أغلب هذه الأمثال تخص العراق والمحافظات الجنوبية هذا كتاب استغرق عمليات جمع الأمثال شفاهيا وتحقيقهم من 79 لغاية الآن يعني ما يقارب أكثر من 43 سنة من عمري وهذا حقيقة ما أجاب من فراقوان شفت الناصرية هذه المدينة لم يجمع أحد أمثالها من قبل يعني أمثال الناصرية قررناها مع الأمثال السومرية مع الأمثال البابلية القديمة مع الأمثال العربية القديمة والأمثال العربية المعاصرة أمثال البغدادية القديمة والمعاصرة أيضا أمثال الموصلية أمثال الكردية هذا الكتاب حقيقة هو حكمة شعب لم تجمع من قبل وحرصنا على جمحها خلال هذه الفترة الموجزة ولم يقتصر الأمر على الأمثال الشعبية فقط بل كان لثورة التشرين مكانها الخاص في مؤلفاته حيث عمل العامل على جمع هتافاتها وأهازيجها في مجلد يوثق أدب ثورة التشرين التي أنتجت أكثر من خمسة آلاف هتاف وإهزوجة كتاب أحداث انتفاض التشرين هذا يعني كتاب آخر أصدرنا من عند المجلد الأول اللي هو يعني ضمن خمسة آلاف هتاف بتواريخها يعني بأحداثها ضمنت يعني كل هتوجة وين قيلت هذه وين ترددت هذه الهتوجة وفي أي موقع وفي شنو المناسبة لي يعني جرى بها هذا الهتاف بصدد يعني أن أصدر كتاب آخر أن يكون هو يعني مئة سنة من الهازيج وهتافات الحركة الاحتجاجية وتحت عنوان من العشرين إلى تشرين حسين العامل رجل أفنى حياته لتوثيق تراث بلده من الأمثال والأهازيج التاريخية لتبقى محفورة في الأذهان وحتى لا تضيع أو تحرف عبر التاريخ كما ضاع وحرف تاريخ الدول القديمة ومنها العراق من ذقار نور السعيدي وعند نيوز ترجمة نانسي قنقر